فلنعقد قلوبنا من اليوم على أن نجمل صومنا في رمضان ونكمل صومنا في رمضان ونحفظ صومنا في رمضان نغلق أبواب المحرمات أعداء الفضيلة أعداء الخير يسلطون المحرمات على الناس في رمضان من الآن نعزم ونربي أهلنا نقول لأهلنا لأولادنا نغلق أبواب الحرام وننتبه لهذه المصيبة هذه الجوالات صار الحرام في اليد صار الإنسان يغتاب وهو لوحده يكتب لآخر لوحده صار الإنسان يكذب صار الإنسان يسمع الحرام ينظر للحرام يا إخوة ما أجملها أن نعقد قلوبنا جازمين نغلق أبواب الحرام وإذا فتحت لنا أعرضنا عنها وأن نعقد قلوبنا على تجميل صيامنا بنية صالحة وبالإحسان إلى الناس وعلى حفظ صيامنا لعلنا أن نفوز بهذا الفضل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم